في هذا التقرير يستعرض الزميل محمد طه أبرز الدوائر الفاعلة في الجزائر بعد استقالة بوتفليقة مع ذهاب بوتفليقة التظاهرات مستمرة في الجزائر تطالب بالإصلاح السياسي الشامل ولكن يا ترى من يمكن أن يتصدى لهذا الإصلاح بعد استقالة بوتفليقة هذه هي القوى الفاعلة في الجزائر الدائرة المقربة بموتفليقة أبرز أفراد هذه الدائرة هو قائد الجيش أحمد قائد صالح ثم شقيقه سعيد بوتفليقة الذي دار حديث حول احتمال اعتقاله الدائرة الثانية هي الجيش وقد سعد قائد صالح بوتفليقة في التخلص من نفوذ وكالة المخابرات وظهر نفوذ الجيش جاليا أخيرا بدعوة بوتفليقة للاستقالة وما بدأ أنه استجابة فورية من بوتفليقة لهذه الدعوة الدائرة الثالثة هي الأحزاب السياسية وقد همشت التظاهرات العارمة التي بدأت في شهر فبراير شباط من دور الأحزاب سواء الموالية لبوتفليقة أم المعارضة الدائرة الرابعة والأخيرة هي الحراك الشعبي وقد قاد الشباب والمهنيون الحراك الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحراك الشعبي ليس له متحدث رسمي لكن أبرز شخصياته مصطفى بوشاشي وكريم طابو المحللون يرون أن اختيار شخصيات المرحلة الانتقالية أمر مهم للغاية المرحلة الانتقالية فترة من عدم اليقين لكن الشارع يمكن أن يقترح الشخصيات التي ستجير هذه المرحلة يمكن أن تكون شخصيات سياسية متحررة من السلطة أو شخصيات من المجتمع المدني أو من الأحزاب السياسية التي لم تشارك في السلطة لكن هناك شرطا مهما وهو ضرورة فوزهم في الانتخابات وعلى أساس ما سيحدث في المرحلة الانتقالية ينتظر الجزائريون انتخابات رئاسية يختارون فيها رئيسهم المقبل محمد طعا بي بي سي